راديو نيل نعليكهم ازاي? نعمل ايه? خلاص لا قدر الله ده حصل يعني طبعا بعد الشارع عنهم كن لهم حصل مرة حصل اكتر من مرة يعني حصل بشكل كبير زي الحادثة اللي اسمعنا عنها او بشكل بسيط ممكن يكونوا تعرضولوا في اي مكان يعني مش فقط في الحضانات نعمل ايه? طيب اول حاجة ان احنا نشجحهم جدا جدا يعبروا عن اللي حصل فيه ميسكونسبشن او سوء فهم في الحتة دي ان احنا لما الطفل بيتعرض لتجربة سيئة ان احنا بقى ايه? هننسيه ما تجبوش بقى صيرة الموضوع ده تاني هينسى هينسى مش كل ما شوية نتكلم فيفتكر مفيش حاجة اسمعها كده المواقف الكبيرة او الذكريات المؤلمة لما ما بنتكلمش عنها بتتخزن في جزء في المخ اسمه بلاك روم ده بيظهر امتا بقى كأن المخ بيدافع عنك فبيدخلها ويقفل عليها ويقولك لا ده ما حصلش حاجة اتطمن هنعمل ديستركشن او تشتيت هتظهر امتا بقى هو دلوقتي حاس بعدم امان في الحضانة هيظهر لما يجبر هيظهر على تصرفاته كمراهق هيظهر لما يتعرض لتجربة مماثلة هيبقى بيجي له هيبقى يعني هيبقى اكستريم مش مش تصرفات سوية فمهم ان انا اخلي الطفل يحكي ويعيد ويزيد في كل عمر نقول انه مش هينسى يعني مثلا الابني مثلا عنده سنة سنة وشهرين سنة واربع شهور ما انتي برضو في يعني احنا بيتهيق لنا انه هو بيتهيق لنا هينسى امتى هو المشاعر اللي حصلت هو بيحصلها هيلنج او بتتعالج لما بنحكي وبنطلع المواقف اللي حصلت وبنخلي المخي يعمل لها بروسسنج بالحكاية اه انت تعرضت ايوه هي الميسكب بتدرب لا ماينفعش حد يدرب حد ماينفعش ابدا حد يدربك ولا يمدي ايده عليك طب انا اسف هيفتكر احساسه ولا هيفتكر الموقف هيفتكر الاذا اللي وصله ولا هيفتكر الشخص والموقف اللي حصله قدام لا مش الشخص والموقف هو دلوقت جاله شعور سيء الشعور ده اتحول لفكرة في دماغه انا حاسس بعدم امان انا حسيت بالاحساس ده فالترجم في دماغه ايه؟ فكرة العالم ده مكان مش امن فانا مضطر ان انا صوت وعيت او ان انا مخرجش ومبعدش عن اهلي اخد قرار باهمان يعني شعور فكرة اخد قرار فعشان كل ده يتزبط وقرار الطفل كبني ادم بعد كده لما يتعرض لخطر او لما يتعرض لأي موقف تقيل عليه يبقى قرار سليم وسوي لازم المشاعر دي يتعمل لها ايه؟ تخرج في الكلام ونقوله انت عندك حق انك تحس بالغضب او ان انت تحس بالخوف مساحة كبيرة جدا يطلع كل المشاعر عمله اقرار لمشاعره واكد عليها واكد كمان ان مش من حق الشخص اللي عرضك لإساءة او أزياء ده انه هو يعمل كده وان انت مش غلطان ودي بالك الاطفال ما بيبقوش عارفين مين اللي غلطان هو متخيل ان انا عشان عملت طويلة عن نفسي في الحضانة مثلا فانا اتضربت لأنا الوحش واخد قرار عن نفسه انه هو وحش ما هو ما ينفعش يغلط واحنا دايما بنقول مؤسسة التربية الايجابية بتقول دايما ايه منين جبنا الفكرة المجنونة ان الطفل عشان نحسن سلوك الطفل لازم نحسسه بشعور سيء لازم نخوفه لا ده عكس اصلا يعني كل الميكانيزم بتاع عمل المخ وهتاخدي نتيجة سلبية وهتعيش بيها انت وهو بعد كده طيب يبقى احنا هنساعده يتكلم هنساعده ان هو يطلع يطلع كل المشاعر دي كلها من جوله وهنأكد عليها كويس جدا وهنعرفه مين اللي غلطان تاني خطوة ايه بقى ان انا اوريله انا باخد حقه ازاي لازم يشوفني طبعا الصغيرين دول ما ينفعش يدخلوا في تفاصيل مقلقة وموترة بالنسبة له لكن لازم يعرف ان انا قلت مثلا عرفت البوليس عن الراجل اللي حاول يلمسك مثلا او الراجل اللي ضربك او الميس اللي عملت كذا او بلغت في الحضوان لازم يعرف ان اتاخد اجراء بالزبط فاحنا في ضهرك فاحنا موجودين بنساعدك فبالتالي انا بساعد كده شعوره بالامن ان هو يرجع له تدريكي وطبعا لو لاحظت ان فيه تغييرات سلوكية ونفسية على طفلي اكتر من ستة شهور احنا بنحاول طول الستة شهور دور لكن هو بيعمل طويلت على نفسه ما بينامش كويس عياط اكستريم يعني زايد عن الحد لازم ألجأ لمتخصص نفسي يتعامل مع طفل يعني محتاجة بقى علاج نفسي كورس علاج نفسي بش هنكتفي في البيت من سن كم سنة بيبقى فاكر الموقف بالكامل هو الاطفال بتفتكر لا من الموقف بالكامل لا لا يعني هو هيفتكر زي ما قلتلك المشاعر الموقف نفسها بتتنسي مع الوقت عادي جدا احنا الكبار نفسنا بننسي